هجمات الطائرات المسيّرة استهداف مستمر لخطوط النفط موسيقى في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة على خلفية الهجمات التخريبية في خليج عمان والتحركات الأمريكية في المنطقة تصعيد خطير جديد تمثل في هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة استهدفت محطتي ضخ في السعودية التطور الأخير يطرح السؤال بشأن التمادي في استهداف خطوط النفط في المنطقة وخصوصا مع تزامنه مع اعتداءات السفر هذا من جهة أما من جهة أخرى مع الدلائل الواضحة إلى تورط ميليشيات الحوثي في الهجمات الأخيرة هل تحاول الميليشيات تخفيف الضغط عن طهران ونقل المعركة إلى اليمن حيث الاجتباك قائم حاليا لمناقشة هذا الموضوع معنا من الرياض الكاتب والباحث السياسي الدكتور أحمد الفراج معنا من القاهرة مستشار المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد مجاهد الزيات ومن باريس معنا مدير الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية جمال العواضي وينضم إلينا من واشنطن أيضا الدكلمسي السابق والخبير في الشؤون الأمنية بيتر هامفري مرحبا بالضيوف دكتور أحمد مساء الخير دعني أبدأ معك تطور خطير ولافت هذه الهجمات اليوم على المنشأة النفطية على محطات الضخ التابعة لأرامكو في المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثية أقرت بالمسؤولية يعني المسألة لم تعد تكهن من الذي قام بهذا الأمر أولا دعني أسألك عن تزامن هذه المسألة مع ما حدث في ميناء الفجيرة يوم أمس من اعتداءات على ناقلات النفط ومع الحديث الأمريكي الذي الآن منذ فترة عن وجود معلومات عن تهديدات يعني ذات مصداقية لها علاقة بإيران في المنطقة كيف نربط كل هذه المسائل مع بعض أولا أستك الله بالخير رخي مهند وأمس بالخير ضيوفك الكرام الحقيقة أنه إيران كانت تهدد منذ فترة طويلة حتى قبل الحشدة الأمريكية الأخير بأنها ستستهدف حلفاء أمريكا في المنطقة وهو تحديدا النفط إغلاق مضيق هرمز أو الاعتداءات التخريبية كما نشهد حاليا كما شهدنا قبل يومين وكما شهدنا هذا اليوم أنا أتساءل هذا اليوم عما إن كانت الحرب بدأت ولكن إطلاق النار لم يبدأ بعد هل هذه العبارة ممكن أن تكون دقيقة لأن الاعتداء الأول كان على أربع سفن واليوم الاعتداء بطائرة من دون طيار اعتداء تخريبي على مضخات النفط يعني بعض الخبراء قد يقولون إن الحرب فعلا بدأت ولكن إطلاق النار رسميا لم يبدأ بعد أيضا هناك من يكرر ومنذ أن بدأ الحشد الأمريكي في القليج هناك من يكرر بأن جميع رؤساء أمريكا منذ رانالد ريغن يعني منذ قيام نظام الملالي كانوا يهددون إيران ولا يحدث شيء وحتى باراك أوباما هدد إيران ودائما يقولون إن جميع الخيارات على الطاولة ثم فجأة تطوى الخرائط من على الطاولة دون أن يحدث شيء أود أن أقول من هذا المنبر أن الرئيس ترامب مختلف يختلف عن الرؤساء الآخرين يختلف بجرآته ويختلف الأهم من ذلك هو قدرته على تنفيذ وعوده بعد أن نفذ الرئيس ترامب وعده بنقل السفارة الأمريكية للقدس كان هذا بيانا واضحا وصارخا وصريحا بأنه سينفذ وعوده ولن يكون مثل الرؤساء الآخرين هو يعتقد أن الرئيس باراك أوباما أجحف في حق الولايات المتحدة بالاتفاق النووي وهذا صحيح هو يعتقد أن الاتفاق النووي أن ملالي طهران هم الذين استفادوا من الاتفاق النووي بعد أن ضخ لهم باراك أوباما مليارات الدولارات التي استخدمها النظام الإيراني بالتوسع في سوريا والعراق ولبنان واليمن وبذات الوقت دعم بها التنظيمات الإرهابية في كل مكان بما فيها التنظيمات السنية التنظيمات الإرهابية السنية وبالتالي أقول هنا أن الرئيس ترامب يختلف عن بقية رؤساء أمريكا لا أعتقد أن الحشد الأمريكي وحاملات الطائرات والطائرات بي 52 لا أعتقد أن هذا للنزهة نعم قد يكون من باب الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بالشروط ولكن علينا أنا شخصيا للمرة الأولى كنت أقول دوما أن إيران لن تضرب هذه المرة الحكاية مختلفة خصوصا بعد أن قامت إيران بعمليات تخريبية خصوصا العملية التي حدثت في قلب المملكة اليوم من قبل الحوثي واعتراف الحوثي بذلك الأجواء مهيئة لما يحدث اليوم كانت مهيئة منذ أن انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي وأنا أذكر أنني قلت من خلال هذه القناة الموقرة قبل أن ينسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي قلت حينها إنه سينسحب لأنه لأنه عهد عنه الوفاء بوعوده دون أن يكترث برأي حتى المؤسسات الرسمية الأمريكية أو مراكز الدراسات والبحوث أو دعني أقول بما ترى الدولة العميقة فكان حازما بما يتعلق بإيران انسحب من الاتفاق النووي ثم جرت العقوبات ثم بدأ الحشد الأمريكي والآن جاءت العمليات التخريبية الإيرانية المسرح جاهز أعيد ما قلته أن فعليا الحرب بدأت إطلاق النار لم يبدأ بعد طيب هذه النقطة سنتقل بها إلى الدكتور محمد مجاهد الزياد في القاهرة مساء الخير دكتور مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش ما رأيك هل تتفق مع الدكتور أحمد بأن الحرب بدأت ولكن إطلاق النار لم يبدأ بعد يعني دعني فقط أشير إلى تصريحات اليوم للرئيس ترامب الرئيس ترامب طبعا اليوم نفى أن يكون هناك تحريك لقوات أمريكية كان هناك خبر نشرته نيويورك تايمز بالأمس أو اليوم يقول 120 ألف عسكري في طريقهم إلى المنطقة اليوم الرئيس ترامب يقول لم نخطط لهذا نأمل أن لا نضطر للتخطيط لذلك وإذا فعلنا سنرسل عددا أكبر من ذلك هذا تصريح الرئيس ترامب وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم في سوتي يقول نحن لا نسعى مطلقا إلى حرب مع إيران يعني واضح كلام الوزير بومبيو ما رأيك دكتور زياد هل هذه التصريحات متناسقة مع ما تعلن عنه الإدارة الأمريكية هل ترى نوع من التناقض أم أن هناك عوامل أخرى يجب النظر إليها يعني أنا في اعتقادي أن الموقف الأمريكي لا يحوي تنقضات موقف متسق تماما ما يتم الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية حتى تعطي تأثيرها تحتاج إلى شهر أو اثنين فتضيق الخيارات تماما أمام إيران وتخنق الاقتصاد بصورة أساسية وهو هدف رئيسي بالنسبة للولايات المتحدة وربما يدفع النظام الإيراني إلى الرجوع إلى مائدة المفاوضات أما فيما يتعلق بالاحتقان القائم في المنطقة قد وصل إلى الذروة وهناك احتقان قائم راحن بأي تصرف عشوائي ربما يدفعوا إلى الحرب لكن فيه تقديري أن الطرفين حرصاني حتى الآن على عدم القيامب ومبطرات على هذا الشأن ما قامت به الحوسيون والاعتراف العلني بالقيامب هي محاولة لتغيير قواعد اشتباك في المنطقة وابتعد إيران عن المسئولية المباشرة لكن فيه تقديري أن ضرب الناقلات والقيامب طائرة مسائرة تدخل إلى مسافة ألف كيلو والنموذج متطور من هذه الطائرات القرار الخاص به ما تقز في غرفة عمليات واحدة تحت إشراف إيراني وبالتالي فهي محاولة من إيران لتنقل المعارك إلى مدائق ميدان آخر وربما يكون هذا هو بداية للحرب أن تدخل الحرب في تلك المناطق أولا يعني أنا في تقديري أن أول خطة ممكن تقوم بها القوات الأمريكية ليس توجيه ضربة مباشرة لإيران داخل أراضيها لكن ربما ضرب القوات الإيرانية مثلا في سوريا وتكون إزران دفعة السمن أو ضرب الأزرع الإيرانية كما قال الرئيس الأمريكي بأن الوكلاء لن نسمح لهم ولن نسمح للوكلاء أن يتحركوا كأنهم طرفا آخر هذا ما يجري لكن في تقديري أن الحرب لم تتخذ بعد ربما أختلفه مع كل التقدير مع الدكتور أحمد في حديثه بأن الحرب بدأت لأن الطرفان حتى الآن يبحثني عن مخرج آخر يرغم إيران على الامتسال للقرارات حتى تهديدها للدول الأوروبية بمسافة بستين يوم للتراجع عن الوقوبات كان تهديدا فاشلا لأنه جذب الدول الأوروبية قريبة من الموقف الأمريكي ولعل زيارة بومبيو إلى بروكسيل لم تكن فقط للإطلاعهم على ما تم ولكن في اعتقادي للبحث عن صير التحالف جماعي لمواجهة إيران فبالتالي يكون الموقف لم ينضب بعد لهذا التحالف أو لهذا الموقف الدولي أو للمواجهة العسكرية المباشرة في الوقت الحالي طيب ربما نعود إلى هذه النقطة دكتور زياد مسألة إيجاد تحالف جماعي لمواجهة إيران إلى أي مدى هذه المسألة ممكنة في هذا الوقت بالتحديد بالنظر إلى المواقف الأوروبية المعروفة جدا الآن فيما تعلق بملف إيران أستاذ جمال مرحبا بك معنا من باريس في هذا النقاش ما رأيك هل بالفعل يعني الاحتقان وصل إلى الذروة كما قال الدكتور زياد وإلى أي مدى تتفق مع الدكتور أحمد بأن الحرب فعليا بدأت على الرغم من أن إطلاق النار لم يبدأ بعد أستاذ جمال تسمعوني طيب سنعود إلى الأستاذ جمال بعد قليل في باريس سأنتقل الآن إلى واشنطن مع السيد بيتر هامفري الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمنية سيد هامفري مرحبا بك معنا نحن في بصدد تطورات متسارعة على مدى الأيام القليلة الماضية إلى أي مدى برأيك الأمور وصلت ذروتها والبعض تساءل الآن أين هو الخط الأحمر الذي رسمته إدارة الرئيس ترامب والذي إذا تم تجاوزه أو اجتيازه ستكون العواقب مختلفة الخط الأحمر ربما هو إدرار المصالح الأمريكية وأيضا مصالح حلفائنا علينا أن نرى ما يحدث هنا إيران بكل تأكيد طبعا مع قدراتها الآن المحدودة ببيع النفط وإذا طبعا حيت النفط الإيراني فإن قدراتهم لن تكون كبيرة للحصول على الأموال ليس هناك أي أحد يريد الحرب الأمريكيون لا يريدون الحرب ولا المنطقة يريد الحرب لأن هناك كثير من الشباب غير راضين عن هذا النظام الملالي في طهران وطبعا ومثلا إذا نظرنا إلى التضخم الذي يحدث هناك والاقتصاد المتهاوي والشباب هناك يتذمروا كثيرا أفضل طريقة لتغيير هذا المسار هو بأن تكون ربما حرب مع إيران هذا هو السؤال إذن كما قلت الأمريكيون أخر شيء يريدونه هو الحرب ما نراه هنا هو الذكاء أو المعلومات الجيدة جدا هو بإطلاق التحذيرات ويكون لديك الوقت لنقل المعدات إلى المنطقة حتى تمنع التهديدات التي تجدها هذه المعلومات الاستخباراتية ثم طبعا التحركات الإرهابية لا تحدث هذه أهم شيء وهم أداة تحدث أما بشأن الوقت وغيرها فالولايات المتحدة يمكن أن توقف تلك الهجمات التي سمعت عنها من خلال الاستخبارات ولكن ما هو المثير الاهتمام هو لماذا الحوثيون الآن يخاطرون بهجمات إضافية على قواتهم لأنهم يتحركون كلاعب في أيدي إيران طبعا هذا شيء غريب جدا الحوثيون الآن مع تشديدهم لتحركاتهم فإنهم يضربون أو يهددون أنفسهم السعوديون يمكن أن يدخلوا حتى إلى اليمن وطبعا أود أن أرى تفسيرا لهذا الأمر الغريب طيب أستاذ جمال أعتقد تسمعني الآن من باريس كنت سألتك هل بالفعل نحن في آخر مراحل الاحتقان الذروة كما وصفها الدكتور الزياد وهل الأعمال العسكرية أو الحرب قد بدأت بالفعل على الرغم من تأخير إطلاق النار ما رأيك في ذلك؟ حقيقة الموقف الأمريكي لأن يتحرك نحو إيجاد الدفع بإيران بالقبول بالعودة إلى التفاوض وإلى حلول سياسية ولكن يبدو أن الموقف الأمريكي كان أكثر استيعابا لطبيعة التحركات الإيرانية في المنطقة وبالتالي كان أكثر فهما بأن هذا النظام لا يقبل أو لن يستطيع أن يتعامل إلا بمنطقة القوة التعامل معه فبالتالي واضح جدا من خلال إرسال القطع البحرية الأسكرية إلى المنطقة هي رسالة واضحة أن نحن نريد حل سياسي ولكن إذا فرطت علينا حدا آخر فسوف نتعامل معه وهذه حقيقة مجملة تصريحات الأمريكية الموجهة إلى إيران بكل صراحة ووضوح النظام الإيراني يمثل تهديد منذ أنشئ في 1979 حتى الآن فبالتالي يبدو أنه الآن يعمل على مسألة ما يسمى بنظرية شد الأطراف أي استخدام الآليات التابعة له في المناطق في المنطقة ومن ضمنها الحوثيين في اليمن كما يستخدم حزب الله في لبنان وفي سوريا فبالتالي يبدو أنه الآن بدأ يتحرك ويحرك هذه الأطراف التي تعمل لخبرة مصالح النظام الإيراني تحت مسميات منهبية للأسف ومن الواضح جدا أن المادة 152 و154 في الدستور الإيراني توضح تماما مسألة تصدير الثورة والآلي التي تعمل على خلاله الحارس الثوري الإيراني ومعنى التدخل في الشؤون الداخلي للدول مسألة السراعة مع دول المنطقة بالذات دول الخليج العربي هي هاجس إيراني منذ صعد هذا النظام الملالي حتى الآن ويبدو أنه يعمل إضافة للصراع على إثارة مشاكل وقلاقة في المنطقة واليمن للأسف والحوثيين هم إحدى هذه الوسائل لقربها من هذه المناطق الاستراتيجية وهذه الدول الكبرى على رسالة المملكة العربية السعودية حقيقة إن إطلاق الحوثيين للطائرة بدون طيار بهذا البعد الكبير أكثر من ألف كيلو هل حقا هم من أطلقوه أم هناك أطراف أخرى تتحرك الحوثيين هم موظفون لدى النظام الإيراني هم عبارة عن أداة للأسف الشديد وبكل غباء لدى النظام فطائرة بدون طيار الحوثيين يعلنوا أنهم من أطلقوها أو إذا كانوا أطلقوها فعلا فهذا يعني بأن هذه الآلية العسكرية لم تكن متواجدة خلال النظام السابق أو القيش اليمني قبل الحرب ووجودها معنى أن إيران كانت تعدى العدة منذ اقتحام الحوثيين صنعها حتى بدأت الحرب وكانت خلال الطيران اليومي رحلات الطيران اليومية للطيران الإيراني معنى أن كانت تزود الحوثيين بأحدث أنواع الأسلحة التي بدأت تستخدمها الآن وبالتالي هو عبارة عن استعراض القوى إذا لم نكن نحن فأيدينا ستطالكم أو ستطولكم من اليمن أو من الدول الأخرى التي إيران لها اليد الطولة فيها طيب سيد جمال أرجو أن تبقى معي أنت وباقي الضيوف سنتابع هذا النقاش بعد أن نستعرض بسرعة هذا التقرير الذي يتحدث عن الهجوم على محططي النفط في السعودية هذا الهجوم الذي جاء بعد يومين فقط من أعمال تخريبية استهدفت أربع سفن في خليج عمان يثير الهجومان الشكوك بشأن دور طهران فيهما خاصة بعد تهديدات إيرانية سابقة بمنع مرور أي ناقلة نفط من مضيق هرمز في حال فرضت واشنطن عقوبات على تصدير النفط من إيران إمدادات النفط تستهدف ميليشيات الحوثي في اليمن أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي على محطتي النفط بمحافظتي الدوادمي وعفيف في السعودية سبق هذا الهجوم أيضا أعمال تخريبية استهدفت أربع سفن انتجارية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة مسؤول أمريكي قال إن المؤشرات الأولية تظهر احتمالا أن تكون إيران هي من تقف وراء الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان وبذلك تكون طهران ووكلاؤها محل شكوك في هجومين لا يبدو أن توقيتهما جاء صدفة فقد تزامن مع إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى المنطقة بعد تقارير استخباراتية حذرت من هجمات إيرانية على سفن تجارية ومصالح أمريكية في الشرق الأوسط تحذيرات جاءت إثر تجديد العقوبات الأمريكية لتشمل وقف تصدير النفط الإيراني وهو أمر هدد مسؤولون إيرانيون في حال حدوثه بالرد عليه ومنع مرور أي ناقلة نفط من مديق هرمز وبالنظر إلى كل هذه المعطيات يبدو من الطبيعي أن تلاحق الشكوك القيادة الإيرانية التي تكون هي من أعطت الأوامر لميليشياتها في المنطقة بتنفيذ التهديد واستهداف إمدادات النفط إلى العالم أعود الآن إلى ضيفي في الرياض الكاتب والباحث السياسي الدكتور أحمد الفراج دكتور أحمد أدت نقاط أود أن أخذ رأيك فيها أولا ما أثار الدكتور الزيات من أنه فيما تعلق بتزامن ما جرى اليوم في السعودية مع ما جرى في ميناء الفجيرة اعتداء على النقلات هل هي محاولة بالفعل من ميليشيات الحوثي لتغيير قواعد الاشتباك ربما لإبعاد الضغط نوعا ما عن إيران أم أن هذه المسألة بالنسبة للإدارة الأمريكية لا تفرق كثيرا لأنه بالأمس كان هناك تصريحات لافتة من براين هوك مسؤول الملف الإيراني يقول إيران تتحمل المسؤولية عن أي أنشطة تقوم بها الميليشيات التابعة لها أو وكلاؤها في المنطقة ما رأيك في ذلك؟ طبعا أتفق لأنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحشد الآن حاملات الطائرات وطائرات B52 وما زالت في مرحلة الحجد فإن إيران أيضا تحشد منذ سنوات طويلة يعني منذ احتلال العراق إيران منذ ذلك الوقت وهي تحشد لمثلي هذا اليوم وكما نعلم أنها تحتل العراق لها قوات في سوريا هي التي تحكم لبنان وأيضا تنظيم الحوث في اليمن تابع لها فإيران إذا كانت أمريكا تحشد الآن فأمريكا تحشد منذ سنوات طويلة وأنا سبق وقلت وأعيد وأكرر هنا أن إيران لن تدخل في مواجهة مباشرة مع أمريكا وإنما ستحرك أذرعتها وخلاياها النائمة في العراق سوريا اليمن لبنان وفي دول الخليج لا أحد يريد الحرب أؤكد على ما قاله الزملاء أمريكا لا تريد الحرب دول إيران لا تريد الحرب دول الخليج لا تريد الحرب لكن الرسالة القوية التي ترسلها الإدارة الأمريكية هو أن إذا كانت إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات ولن توقف سياساتها التوسعية ودعمها للإرهاب فإننا جاهزون للحرب نحن الآن في وقت يختلف الإدارة الأمريكية حاليا يقودها صقور بجانب الرئيس ترامب هناك مايك بومبيو وزير الخارجية الذي كان رئيسا مديرا للسي آي آي وكالة الاستخبارات المركزية وهو صقر جمهوري معروف أما إذا تحدثنا عن جون بولتون فممكن أن يطلق عليه أكبر الصقور الجمهورية أو أشهر الصقور الجمهوريين جون بولتون عندما كان وكيلا لوزارة الخارجية في عهد بوش الإبن أثناء قبل وأثناء وبعد احتلال العراق هو الذي سعى بكل قوة لضرب العراق واحتلاله وعلينا أن نتذكر أن جون بولتون حاليا يتسنم موقعا أهم بكثير من وكيل وزير الخارجية في حينه هو الآن مستشار الأمن القومي وهو قريب جدا جدا من الرئيس ترامب وكلمته مسموعة وجون بولتون لا جدال على أنه يردد ومنذ زمن طويل بأنه يؤمن بأهمية تغيير النظام الإيراني فنحن الآن أمام حالة لدينا الرئيس ترامب الذي لن يتوانع عن فعل ما يرى أنه في مصلحة أمريكا وحلفائها ولدينا صقور جمهوريون مايك بومبيو وجان بولتون إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يؤمن أيضا بأهمية بضرورة توجيه ضربة عسكرية لأيران ففي ظل وجود هذا الاحتقان الكبير وظل وجود حشت أمريكي وصقور جمهوريون كل شيء وارد أنا عندما قلت فقط أقول لأخي الزيات أنه عندما قلت أن الحرب بدأت عندما نتحدث عن الحرب بالمعنى الكلاسيكي فلا يمكن أن نقول أن الحرب بدأت إلا بعد إطلاق النار وإعلان ذلك لكن نحن الآن أنا قلت الحرب بدأت لكن إطلاق النار لم يبدأ الاعتداء على سفن خليجية وإطلاق طائرة من دون طيار على مسافة ألف كيلو متر في عمق المملكة العربية السعودية إذا لم يكن هذا إعلان حرب فما هو إعلان الحرب الأجواء مهيئة تماما لكل شيء كل شيء وارد نعم أمريكا تريد أن تضغط على إيران تريد أن تحاصرها لتأتي صاغرة إلى طاولة المفاوضات ولن يكون هناك حرب إلا في حال كما قال وزير الخارجية مايك بومبيو أن أمريكا لن تتوانى عن توجيه ضربات لإيران أو ذرعتها متى ما اعتدت على المصالح الأمريكية أو مصالح حلفائها الأجواء مهيئة تماما الآن لأن الرئيس ترامب عندما انسحب من الاتفاق النووي لم يكن ذلك هو كل شيء الرئيس ترامب أزاح وعزل أركان إدارته الذين كانوا لا يرون مواجهة إيران أو الذين كانوا ضد استخدام العمل العسكري ضد إيران أولا رحل وزير الخارجية ريكس تيلرسون لم يكن منسجما مع الرئيس ترامب ثم جاء رحيل مستشار الأمن القومي ميك ماستر وكما نعلم أن الجنرال ميك ماستر مستشار الأمن القومي السابق كان ضد الانسحاب من الاتفاق النووي ولم يتوانى ترامب عندما عزله أو لنقل قبل استقالته ثم عين بدلا منها الصقر جام بولتن الذي يسعى لضرب إيران وتغيير النظام فيها ثم جاء القرار الذي لم أكن أتوقع أنا شخصيا حدوثه وهو عزل وزير الدفاع جيمز ماتس جيمز ماتس وهو طبعا جنرال يعني يوصف من قبل الديمقراطيين قبل الجمهوريين بأنه متميز والسبب في عزل جيمز ماتس وزير الدفاع رغم تميزه هو أنه يؤمن بالتلويح بالقوة العسكرية دون استخدامها وبالتالي فإنه انسحب حينها بسبب ما حدث في سوريا صحيح بسبب إعلان الرئيس ترامب فعزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا وكان هناك خلاف بين الرئيس وبين الوزير ماتس في ذلك الحين على كل حال ربما نعود إلى بعض هذه القضايا العسكرية بعد قليل ولكن قبل ذلك دكتور الزياد ما رأيك البعض يقول أن الرئيس الأمريكي ليس في وارد القيام بعمل عسكري خلافا لبعض المستشارين الدكتور أحمد أشار إلى بعضهم المحيطين به هل بالفعل هناك نوع من التمايز في مواقف الرئيس تحديدا ومواقف هذه المجموعة من الصقور التي تحيط بالرئيس ترامب ما رأيك في ذلك بداية لا أعتقد أن هناك خلافا في رؤية ما ذكرته مع أخي الدكتور أحمد في الرؤية العامة لما ذكرناه دعني قبل الإجابة على هذا السؤال أركز على عدة نقاط قد تكشف هذه الإجابة الموقف الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية وموقف الرئيس ترامب فيما تعلق بإيران هو دفع إيران تضييق الخيارات أمامها ودفعها إلى العودة إلى المفاوضات مرة أخرى حول اتفاق نووي يتجاوز كل ما كان الاتفاق تم عليه ويسمح لها بعد فترة زمنية بامتلاك السلاح النووي وأيضا التخلص من ترساناتها النووية ووقف الأزرع والتمدد في دول المنطقة هذه شروط ثلاثة استخدم فيها عقوبات اقتصادية تعتقد دوائر كبيرة أمريكية أن العقوبات الاقتصادية تحتاج إلى فترة لإعطاء نتيجة حاسمة وتطويع الموقف الإيران الداخلي بصورة كبيرة لا أعتقد أن هناك خلافة في الرؤية العامة بين الرئيس ترامب ومساعديه فيما يتعلق بضرورة تحجيم النظام الإيراني لكن ربما يكون هناك بعض الاختلاف فيما يتعلق بإسقاط النظام لأن إسقاط النظام معناها إسارة الفوضى في المنطقة لكن ربما تطويع النظام والتحريك الداخل ليضغط عليه ومجرد قبول النظام وتراجعه عما يعلنه من مبادئ وبأفكار وشعارات كبيرة يعتبر تنازل كبير بالنسبة له ويؤثر عليه داخليا النقطة الثانية هو أن إيران بالفعل كما قالت دكتور أحمد بدأت مجهودا كبيرا في إعداد الأزرع الموجودة في المناطق الأخرى ولعل الولايات المتحدة الأمريكية أدركت ذلك بوضوح واعتبرته الخطر الكبير ليس على الحلفاء بالدرجة الأولى ولكن على المصالح الأمريكية زيارة قاسيمي سليماني إلى بغداد وعقده اجتماعات مع ثلاثة من قادة الفصائل الشيعية المتبطة ارتباطا وثيقا بالحرس السوري الإيراني وبعض قياداتها مصنفة من أمريكا بالإرهابية ثم حديث تلك القيادات عن ضرورة توجيه عمليات ضد القوات الأمريكية إذا اعتدت على إيران والسفر المفاجئ للوزير الخارجية الأمريكي إلى العراق وكان حديثه صارما مع المسؤولين هناك وتحميلهم مسؤولية قيام أي من هذه الفصائل باعتداءات على القوات الأمريكية هذا كله يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لدالت ترهن على أن تفرض العقوبات الاقتصادية على إيران وتدفعها إلى التراجع في تقدير أن إيران لا تجرؤ على المبادرة بالقيام بعمل يدفع القوات الأمريكية إلى الرد عليها ولكن سوف يبقى الممارسات الخارجية التي ستتحمل نتيجاتها لكن سيكون تحميل النتيجة في تلك الأماكن في البداية للرد على إيران ودفع الإيرانيين سمن ولازلت أقول أن البيدان السوري والوجود الإيراني هناك عسكري وغير عسكري ربما يكون هدفا في البداية للتأكيد لإيران أن الضربة ستكون اللحقة ستكون داخل إيران طيب فقط لأنك ذكرت العراق دكتور الزياد كان هناك تصريح لافت اليوم لرئيس الوزراء العراقي عدل عبد المهدي لوكانة الأنباء العراقية يقول فيه طهران وواشنطن لا تريدان الحرب ونحن نتصل بهما هذا ما قاله رئيس الوزراء العراقي عدل عبد المهدي اليوم أستاذ جمال قبل أن ننتقل إلى الفاصل دعني أسألك أيضا عن ما رأيك في أنه البعض يقول هناك يعني توجهات مختلفة إلى حد ما داخل الإدارة البعض يدفع باتجاه عمل عسكري ما البعض الآخر يريد كما قال الدكتور الزياد تضييق الخيارات على إيران بدون اللجوء إلى عمل عسكري ودفعها بالتالي إلى التفاوض ما رأيك في ذلك أصبح الآن بكل وضوح أن الرئيس ترامب استطاع أن يجند طاقم كامل لإدارته نحو التحرك بحرية وإلا لما كان أتم إرسال القطاع الأسكرية بهذا الحجم إلى المنطقة وبما يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تلوح بالحرب ولكن عن قرب عن قرب شديد وعسى أن تعي النظام الإيراني هذه الرسالة التي إذا لم تتوقفوا عن أعمالكم الإرهابية التوسعية وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح الحلفاء فبالتالي سيكون الرد قاسي هذه الرسالة قالها الوزير الخارجي الأمريكي قالها أيضا مسجر العمل القومي وإيضا الرئيس ترامب ووضوح فالصيغة الدبلوماسية عادة ما تخفي في طياتها المعاني بشكل واضح هذا كان واضح جدا الآن لدينا قوة عسكرية أمريكية موجودة بحجم كبير في منطقة الخليج وبالتالي هناك رسالة واضحة جدا في أنه هناك رغبة للضغط الشديد على النظام الإيراني للقبول بالعودة إلى المفاوضات الواضح جدا أنه نظام قمعي ونظام يدعم مجموعات خارج نطاقه الجغرافي للتوسع لن يقبل بسهولة وسوف يعبل جاهدا على تحريك هذه الأذرع وبالتالي واضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية استعمل أولا على قسقصة هذه الأذرع سواء كان في اليمن أو كان في لبنان أو كان في سوريا أو حتى في العراق واضح جدا عندما يقول أنه أي مجموعات مولئة لإيران عندما يتحدث وزير الدفاع في زيارته الأخيرة لبغداد تقوم بها جماعة على المصالح أو على القوات الأمريكية في المنطقة ماذا يعني هذا يبدو أن الصورة تتضح أكثر الآن خلال الأيام القادمة ولكنها واضحة جدا الآن فإنه هناك تهديد مباشر للنظام الملل الذي بدأ يرتبك ما حدث اليوم وإطلاق طائرة بدون طيار نحو مصالح حساسة في المملكة هو عبارة عن ارتباك وتحرك غبي أكد النواية العدوانية لهذه الجماعة ولهذا النظام النظام الملالي الذي يدعمهم نتابع مشاهدين الجزء المتبقي من غرفة الأخبار وقبل أن ننتقل للحديث عن مواقف القيادات الإيرانية أود أن أسأل سيد بيتر هنفري في واشنطن عن موضوع الإدارة وتوجهاتها نحو عمل عسكري أم لا دعني أسألك سيد هنفري لأن هناك أيضا حسابات أخرى لا تتعلق بالوضع في المنطقة والتهديدات الإيرانية وإنما هناك أيضا كما تعلم حسابات داخلية نحن الآن على أعتاب موسم انتخابي سيبدأ قريبا هل هذا يمنع بشكل من الأشكال الرئيس ترامب من اتخاذ قرار على سبيل المثال بشن عمل عسكري هل هذا عامل من أحد العوامل التي ينظر إليها الرئيس ترامب برأيان نعم أنا نأرى بأنه يمكن أن يتسامح مع الانتخابات فدخوله في حرب مع إيران لا لا يمكن أن ينجح إذا فعل ذلك ولكن إعادة الإيرانيين إلى طروية المفاوضات مع تنزولة كبيرة رغم مثلا البرامج الباليسية هذا شيء جدا بالنسبة للانتخابات أعتقد بأنه من المهم أن نعرف بأن زيارة بومبيو إلى الاتحاد الأوروبي لماذا هي مهمة لأنه بعد أن أعلنت الولايات المتحدة بأن الحرص الثوري منظمة إرهابية بدأت إيران تطلق التصريحات بأنها ستفعل ما يفعله ترامب وترد عليه لو أن إيران فعلت ذلك فكل تلك العقوبات التي كانت موجودة قبل الاتفاق النووي ستعود مرة أخرى وأعتقد أن محادثة بومبيو مع الاتحاد الأوروبي هي لضمان بأن الاتحاد الأوروبي سيفي بوعده بأنه لو أن إيران انسحبت من الاتفاق فإن العقوبات كل العقوبات ستعود كلها على إيران وتفرض على إيران وطبعا هذه هي الطريقة لإسقاط النظام أو العفو للاقتصاد الإيراني الحوثيون ليس لديهم طبعا تكنولوجيا قوية وأعتقد بأنهم مثل المنظمة السرية المخفية وطبعا هناك جنود من الفيلق القدس هم الذين طبعا يقودون الصواريخ ويوجهونها إذن ربما أستطيع نقول بأنه ليس وكالاء إيران الذين يقومون بهذه الهجمات نيابة عن إيران طبعا من الممكن بأن هناك قوات إيرانية قوات تقنية داخل الحركة الحوثية هي التي تشغل صواريخ أخطر وأسلحة أخطر طيب دكتور أحمد دعنا ننتقل إلى مواقف القيادة في إيران يعني منذ فترة والنبرة الإيرانية الرسمية مرتفعة مرة يتحدثون عن التهديد بإغلاق مضيق هرمز مرة يقولون ستكون القوات الأمريكية هدفا لقواتنا وكل هذه الأمور اليوم المرشد الأعلى علي خامنائي يقول هذه المواجهة ليست عسكرية لأنه لن تندلع أي حرب لا نحن ولا هم يسعون إلى حرب هم يعرفون أنها ليست في مصلحتهم ما رأيك بهذا الموقف هل هذا لمجرد الاستهلاك الإعلامي الاستهلاك المحلي أم أن القيادة الإيرانية مرتاحة ربما بنقل الاشتباك إلى مناطق أخرى قد لا تكون إيران مباشرة ما رأيك في ذلك تصريح المرشد علي خاميني يلخص حالة حكومة الملالي مئة في المئة النظام الإيراني ومنذ قيامه قبل أربعين سنة أو واحد واربعين سنة وهذه هي طريقة يهدد ويتوعد ويقول ويسمي أمريكا الشيطان الأكبر ويقول إنه سيحرق إسرائيل إلى آخره التي لم يطلق عليها طبعا رصاصة واحدة ثم عندما يرى العين الحمراء عندما يدرك أن الأمر جد يبدأ بالتنازلات ويبدأ بالإذعان هذا هو النظام الإيراني سواء كان من في سدة الحكم الصقور أو الحمائم شاهدنا شاهدنا ذلك يعني خلال الـ 41 سنة لو لم يصرح المرشد علي خاميني بهذا التصريح لربما قلت في هذا في هذا اللقاء إنه سوف يصرح بمثل هذا التصريح هم يعلمون يعني علي خاميني والإدارة الإيرانية يعلمون أن الرئيس ترامب يختلف عن باراك أوباما والرئيس باراك أوباما للأسف الشديد هو سبب كل المصائب التي تجري في منطقتنا هذا الرئيس الذي صفق له العرب والمسلمون هو الذي أذعن لنظام إيران كما ذكر ذلك مستشار مستشاره الخاص لم نقله نحن أذعن لإيران وتنازل عن أشياء كثيرة في كتاب في كتاب كتاب مستشار أوباما العالم كما هو ذكر كل هذه الأشياء بالتفاصيل تنازلات أوباما لإيران هو الذي دعم الثورات العربية وتمكن تنظيم الإخوان المسلمين الحليف لإيران من حكم العالم العربي لو لا الوقفات الصلبة للمملكة العربية السعودية والأمارات مع مصر وفي البحرين رغما عن أمف باراك أوباما باراك أوباما تنازل عن خطوطه الحمر في سوريا وهو الأمر الذي حول سوريا إلى رماد كما نشهد اليوم كل ما يجري في منطقتنا هو بسبب أخطاء الكارثية لإدارة الرئيس باراك أوباما الذي جرف مع إيران كثيرا على حساب حلفاء أمريكا في المنطقة وبالتالي فإن المرشد الإيراني علي خاميني والحكومة الإيرانية يدركون أن دانالد ترامب ليس باراك أوباما يدركون أن جان بولتن ومايك بومبيو ليسوا جان كيري أو هالاني كلينتون هذه حكومة صقور مصممة على حماية المصالح الأمريكية ومصالح حلفائها في المنطقة وبالتالي فإن تصريح المرشد هو تنازل هو إشارة سلام لإدارة ترامب ولكن يجب أن لا نغتر بمثل هذه التصريحات المخادعة فإيران هي وراء الاعتداء على السفن الأربع وهي وراء الاعتداء في طائرات بدون طيار على مضخات النفط في المملكة اليوم يجب أن لا يخدعنا الملالي فقد خدعونا كثيرا على مدى أكثر من أربعة عقود دكتور زياد مرايك أيضا أود أن أسألك عن هذه التصريحات هذه المواقف الإيرانية بالمناسبة المرشد أيضا رفض مسألة مبدأ التفاوض مع الولايات المتحدة ويقول أن التفاوض مع الولايات المتحدة هو سم لأن الأمريكيين يريدون أن ينتزعوا من إيران نقاط قوتها وهي الصواريخ أو عمقها الاستراتيجي في المنطقة هل هذه المواقف مواقف فقط للاستهلاك دكتور زياد لربما الاستهلاك داخليا أم أن القيادة الإيرانية لسبب أو لأسباب معينة لا تشعر بأن هناك بالفعل توجه أمريكي للدخول في مواجهة عسكرية معها أنا في اعتقاد أن تصرحات المرشد تنم عن قلق إيراني كبير وعن خوف داخلي وتتزامن مع أخبار واردة حول زيادة الاستياء الشعبي والقلق لدى قطاعات كبيرة في الشعب الإيراني من قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربة لإيران وبالتالي في اعتقادي أنه يريد أن يطمئن الشعب الإيراني أنها لن تجري معارك وحديثه الآخر عول السلاح هي رفع سقف التفاوض لكنه ستفاوض في النهاية عندما يتم خنق الاقتصاد بصورة كبيرة وتزايد الاستياء الشعبي طبعا لذلك والتزمر أعتقد أنه سيعود ولكن يعلي من سقف التفاوض بأن يبعد الحديث عن الصواريخ ومداها من التفاوض لكن هذه ستكون قضية حاسمة وفي اعتقادي أن تهديده لدول الأوروبية قد أتى بنتيجة سيئة فبلد الدول الأوروبية تقول أنه إذا نفذ تهديداته وخرج عن الاتزام الذي يفرضه على الاتفاق سيخرجوا أيضا هم أيضا من هذا الاتفاق وبالتالي يحكم الحصار بصورة أساس كبيرة حول إيران وحول النظام بالتالي هذا النظام الذي يعلي من تصريحاته الكبيرة حول المواجهات هو نظام يلجأ في النهاية إلى التفاوض وربما يكون التفاوض من خلال الاتحاد الأوروبي وربما يكون التفاوض من خلال الحديث عن الأسلحة عن بنامج الصاروخية ومداها ويتفق على حلول الموسط بهذا الخصوص طيب بعد شوية أيضا أود أن أسأل أنه إذا كان بالفعل هناك عمل عسكري محتمل في الفترة القادمة كيف سيكون شكله أين ستكون ساحاته أو ساحاته ربما كما يعتقد البعض لكن قبل ذلك أستاذ جمال ما هي الخيارات الموجودة أمام إيران اليوم البعض يقول إيران تبرع في مسألة شراء الوقت مسألة النفس الطويل وبالتالي القادة في إيران كما يقول البعض ينتظرون ربما الانتخابات الأمريكية يصلون من أجل أن يخسر الرئيس ترامب في الدورة القادمة ما هي الخيارات العملية المتاحة اليوم أمام إيران للتعامل مع هذه المسألة لا أعتقد أنه لدى النظام الإيراني الآن أي خيارات لا أعتقد أنه هذا الوجود الكم الكبير من القطعة العسكرية في المنطقة جاء لي لأن يقبل ما تطرحه إيران من شروط هو جاء لي يفرض على إيران أن تتوقف عن تهديد الأمن والسلم الدوليين وأن تعود مرة أخرى بشفافية إلى طاولة المفاوضات خيار غير هذا لن يكون نعتقد مقبول أمريكيا في ظل الرغبة الواضحة للإدارة الأمريكية الحالية ولا ننتظر الأمريكان ولا حتى الأوروبيين حاليا لأن حقيقة هذا الجمود بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ضر كثير حتى بمصالح الأوروبيين المواقف الإيرانية داخل أوروبا والتهديدات المتواصلة لم يعد يقبلها الأوروبيين وبالتالي بدأ يقترب كثيرا الموقف الأوروبي من الموقف الأمريكي فبالتالي الخير الوحيد هو أن يقبل النظام الملالي دعني أضيف نقطة مهمة جدا هناك إضافة للطرف الإيراني الذي واضح شديدا الخصومة والتوجه الأمريكي نحو التعامل معه بأسلوب أكثر حسما هناك أيضا جماعات الأخوان المسلمين التي أيضا ترى في هذه الإدارة الحالية إدارة خصم خاصة أنها هددت بضم هذه الجماعة ضمن القوائم المنظمات الإرهابية وبالتالي واضح جدا أن ستكون هناك تحركات أخرى قد تكون غير إيجابية لدول التحالف العربي والمصالح الأمريكية وحلفاها في المنطقة وأعتقد أنه لابد من مزيد من يقضى لا أعتقد أن تحرك الحوثيين جنوبا نحو منطقة الضالع هو جاء صدفة أنا أعتقد بأن هذا التحرك جاء مخطط له لإشغال الجبهات الشمالية أو جنوب المملكة واتوجه جنوبا وإعطاه أنتباب أن الحوثيين يسعون للتوسع نحو جنوب اليمن ولكن واضح جدا بعد إطلاق هذه الطائرة أنه كان هناك تحركات أخرى في شمال اليمن وجنوب المملكة أعتقد أيضا أنه نتبق تماما مع السيد من واشنطن حول مسألة أنه هناك قوات من فيغ القدس وقبراء لأنه بحسب ما نعلم ومصادرنا هناك بأن هذه التواقيت والقدرة العسكرية والتخطيط لها لا يمتلك الحوثيين أدنى معرفة بها وبالتالي بدون طيار بهذه القدرة خاصة أن الحوثيين معظم المقاتلين لا يمتلكون مستوى تعليم عالي والتعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة يحتاج إلى جهات متمرسة مدربة فأنا أعتقد فعلا بأن هناك قوات ليسوا الحوثيين فقط وإنما هناك قوات من تدير هذه المعارك داخل الأرض اليمنية قوات إيرانية تمثل أو تدين بالولاء أو تتبع الحرس الثوري الإيراني حقيقة هناك عناصر كثيرة لابد من التعامل معها وعلى التحالف العربي في اليمن وعلى الملكة العربية السعودية وعلى الإمارة العربية المتحدة الأعضاء الرئيسي في هذا التحالف أن يكونوا أكثر يقضى من كثير من الأطراف التي تتحرك الآن بالذات جنوبا في هذه اللحظات طيب لنتحدث في الوقت المتبقي عن السيناريوهات العسكرية سيد هانفري داني أبدأ معك أولا في حال اتخذ قرار من قبل الرئيس ترامب باللجوء إلى عمل عسكري برأيها كيف سيكون شكل هذا العمل حجمه ساحة المعركة أو ساحة الاشتباك إذا جاز التعبير ما هو السيناريو الأرجح من وجهة نظرك لأي عمل عسكري محتمل القوات التي لدينا هناك ليست كافية للقيام بحرب ضد إيران هي كافية ربما للقيام بما يسمى ضربة الأنف أو إسالة الدماء من أنف إيران ضد مثلا المنشآت النووية في إيران أو ربما المنشآت الباليستية هذا شيء تحدثنا عنه مع كوريا الشمالية ولكن كوريا الشمالية لديها أسلحة نووية إذن الجميع شعر بأنه لن يكون حكيما من القيام بمثل هذه الضربة لو أن إيران كانت غبية لحد أن تنسحب من الاتفاق النووي وأن تبدأ بمثلا بتخسيب اليورانيوم فهناك احتمال كبير بأن تكون هناك هجمات محددة على هدين الأمرين المنشآت النووية والمنشآت الصاروخية إدارة ترامب تريد أربعة أشياء من الإيرانيين الخروج من سوريا الخروج من العراق الخروج من اليمن ولا برامج باليستية وطبعا هي لن تخرج من العراق ولن تخرج من اليمن وإيران لن تخرج من سوريا ولكن ربما ستتخلى عن برامجها الباليستية إذن هذا هو شيء الذي يمكن أن يحاول بأن يعود به إلى طاولة المفاوضات ليجدوا حلا مع ترامب ويتجنب تسعيدا للعنف طيب دكتور أحمد ما رأيك سيناريوهات أي عمل عسكري ممكن في المستقبل برأيك كيف سيكون شكل مثل هذا التحرك العسكري سواء من ناحية الحجم أو من ناحية الساحة أو كل هذه الأمور أنا من خلال قراءتي لكثير من التقارير كنت أعتقد بالفعل أن الحشد الحشد الأمريكي في الخليج لا يشبه الحشد في عام 2003 قبل غزو العراق الذي استغرق فترة طويلة جدا لكني تفاجأت أني قرأت تقرير في مجلة الفوريان بوليسي وتحدث التقرير عن أن الأجواء في الخليج والحشد يشبه ما قبل غزو العراق 2003 وتحدث التقرير بصراحة عن الإمكانية العالية لقيام حرب في ظل وجود جام بولتن وبنجميل نتنياهو والرئيس ترامب رئيسا للولايات المتحدة في حال كان هناك حرب لا أظن أبدا أتفق مع الضيف العزيز في واشنطن لا أعتقد أنها ستكون حرب طويلة المدى أو برية ربما ستكون إما هجمات من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة أو كلاهما معا على المنشآت النووية الإيرانية أو على القوات الإيرانية أو التابعة لإيران داخل العراق وسوريا واليمن ربما حزب الله في لبنان لكن لا أعتقد أنها ستكون مثلا حرب برية أو طويلة المدى طبعا الاحتماليات في ظل وجود التحرشات والأعمال التخريبية الإيرانية كما شاهدنا اليوم لا أعتقد أن الإيرانيون يعني أن الإيرانيين بهذا الغباء إذ يعتقدوا أن المملكة وحلفائها سوف يصمتوا عن عمل تخريبي مثل هذا مثل ما حدث اليوم إيران تحاول أن تثير الفزع في منطقة الخليج المملكة والأمارات والبحرين تحديدا والكويت تحاول أن تثير الفزع بأنها بأنها تعمل هذه الأعمال التخريبية الآن فما بالك فيما لو هاجمتها أمريكا أو إسرائيل كأنها تريد أن ترسل رسالة لدول الخليج بأن عليهم أن يتوقفوا عن تشجيع الرئيس ترامب على ضرب إيران لا أعتقد أن هذه ستكون حيلة فاشلة النظام الإيراني نعني أختم بهذه النظام الإيراني أخي مهند يشبه للأسف الشديد الخراج الذي انتركته بدون علاج سوف تكون العواقب وخيمة وعلاجه سيكون ضروريا في نهاية المطاف هذا هو النظام نظام الملالي الفاشي في إيران وأعتقد أنه في نهاية المطاف في نهاية المطاف ستكون المواجهة معه حتمية دكتور زياد في الضهيقة المتبقية إذا كان هناك عمل عسكري كيف سيكون شكله برأيك أنا أعتقد أن المتاح هو توجيه ضربة للمنشآت العسكرية والمنشآت النووية لكن الخطير هو هل تتنجح هذه الضربة في تعجيز إيران وتعجيز قدراتها الصاروخية بالتحديد أم سيكون هناك رد فاعل ورد فاعل في مناطق أخرى من خلال الوكلاء الموجودين بما يشعل الحرب في المنطقة ويحمل دول المنطقة أعباء ليست في غنى عنها شكرا جزيلا لك الدكتور محمد مجاهد الزياد مستشار المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية كان معنا من القاهرة أشكر ضيفنا من الرياض الدكتور أحمد الفراج الكاتب والباحث السياسي شكرا لضيفنا من باريس الأستاذ جمال العواضي مدير الوكالة الدولية للصحافة والدراسات وأشكر أيضا ضيفنا من واشنطن السيد بيتر هامفري الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأممية شكرا لكم جميعا